استبعدت هيئة المساءلة والعدالة أسماء 226 شخصا من الترشيح للانتخابات النيابية بعد شمولهم بإجراءاتها فيما ذكر مصدر مقرب من عضو مجلس النواب أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن أنه سيعود إلى خوض التنافس الانتخابي بقرار قضائي من جانبه دعا رئيس اتلاف الوطنية أياد علاوي إلى أبعاد ملف الاجتثاث عن الأجندات السياسية المغرطة والمصالح الشخصية موضحا أن الاجتثاث ينبغي أن يكون بيد القضاء